فرنسا كانت تنتظر من إيران أن تقدم لها عناصر موضوعية تثبت براءتها من تهمة الوقوف وراء محاولة الاعتداء على تجمعاً للمعارضة قرب باريس في يونيو الماضي انتظرت فرنسا طويلاً قبل أن تقرر تحرك فقامت وبشكل وقائي بتجميد أصول إيرانيين الأول هو مسؤول الاستخبارات الإيرانية سعيد هاشم مقدم الذي تتهمه بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ الاعتداء والآخر هو أسد الله أسدي الدبلماسي في سفارة إيران في العاصمة النمساوية فيينا والمتهم بتجنيد زوجين من أصول إيرانية لتنفيذ الهجوم قرارات تجميد الأرصدة شملت أيضاً وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية ليس هذا فحسب بل وشنة السلطات الفرنسية الثتي عشر مداهمة على مواقع مختلفة أبرزها مسجد الزهراء شمال فرنسا في رسالة فرنسية بأن إيران استباحت حرمة فرنسا وعليها تحمل المسؤولية كاملتان فرنسا ستقوم على توحيد الرأي الأوروبي أو الموقف الرسمي الأوروبي على أساس اتخاذ موقف تجاه السياسة الإيرانية في العالم وفي أوروبا على الخصوص الآن أصبح النظام الإيراني يهدد الأمن الأوروبي والأمن الفرنسي على وجه الخصوص البيان المشترك لوزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد الفرنسية الذي وضع المشكلة في منطقة الرمادية يبين رغبة فرنسا بعدم التصعيد لكن مصادر في المخابرات الفرنسية أكدت أن تحقيقاً طويلاً ومفصلاً مكد المخابرات الفرنسية من التأكد بأن وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية هي التي كانت وراء الاعتداء بعد ثبوت تورط الاستخبارات الإيرانية بالاعتداء الذي كان مقرر ندى المعارضة الإيرانية في حزرين الماضي فأن العلاقات الفرنسية الإيرانية في تراجع رغم حرص باريس على عدم التصعيد سعد المسجودة العربية باريس ترجمة نانسي قنقر